إذا كنت أول مرة تزوري القناة لا تنسيش الضغط على المربع الأحمر تشكري بيرسي او لا اشتراك او لا اصابوني مع تفعيل جرس باش يسلك دماغ جديد ونشكرها السلام عليكم أبناء اتمنى تكونوا باخير وعلى خير اليوم اجبت لكم فيديو جديد هاد المرة غادي نهدر لكم على اللي اخديت من افغوشي ولكن قبل ما نوري لكم بيرفومي بيت نهدر لكم على واحد التيمة ولا على واحد الموضوع اللي بزاف زيال بالناس قالوا لي هدرين على بلاك فريدي ولا هدرين على مخامك يا عجبين اشانا نقولها المهم انا غادي نقول لكم علش ما بغيتش نهدر على ذاك الموضوع وعلى ش ما بغيتش ندير انا اصلا ما بغيتش يعني نشري في ذاك النهار ولا بغيت ندير اي حاجة في ذاك النهار في هذه الجمعة اولا اول حاجة هو انني قبل قعمة يعني قبل ما نهضر لكم على هذه الموضوعات شي هو انه تكون تكتو معايا شي امبريسس ولا شي شاركات اللي كانوا قالوا لي من قبل هدش شهر قبل ما يكون هده هد الجمعة هدي ولا شهرين قبل اللي قالوا لي هو واش نتفقى باش تهضر لنا على هده النهار هذا وتعلمي الناس عندك اللي غادي تكون عندهم اوفرت هديك الجمعة وهذاك شي كامل ايت Nina跟 تكتو معايا ثلاثة اللي انا يرفض قتلهم لا اه قتلهم انا ما غاديش ندير ما غاديش يكون عندي وقت ولا انا كنقرأ ولا يعني مبغيتش انا ندير هذاك النهار و صوف تاني حاجة الاش انا ما بغيت نديره حيت كيكولوا يعني ana ما بغيتش قول هادك يعني ما بغيتش القول حيت انا ما عاجبانيش جومعة سوداء كيما كيكولوا آآ علاش حيث احنا ايا كيما كان عرفوا المسلمين عدنا هذاك النهار مقدس ولا ذاك النهار ساقرادو كما كيقولوا بالإسبانية ذاك شعلا أنا رفضت يعني رفضت ذاك الموضوع ما بغيتش أنا أصلا ندير ذاك النهار وخبزة بدير بناتش في القانال أنا جاوبتكم عليه قلتوا لي هدرينا عليه قولنا يعني انتظرنا على ذاك النهار علش ما تضرنا عليه أنا دا باك نجاوبكم على الأسئلة ديلكم وبيت نقول لكم أنا ما درتوش وما بغيتش قاعد نديرو وما أكسب ديتش يعني دوك الشركات اللي قالوا لي يديرينا ذاك النهار ما قلت لهم لا أنا ما غاديش نديرو حيث على هذاك السبب حيث على هذاك الاسم أنا ما كان أعترفش بهذاك النهار حيث هذاك الاسم بحل مثلا جمعة سوداء أنا ما عجبنيش هذاك الاسم مثلا نقدر ندير إلى مثلا داروا جمعة بيضاء ولا داروا أسبوع تخفيضات ولا كيني بزاف دي الأسماء ما يديرو هذيك الفكرة ديال جمعة سوداء أنا ما عجبتنيش ذاك الشيالة أنا قلت لهم لا ما غاديش نهدر لكم على هذاك النهار واخذ الجمعة هذي يعني ماشي يعني في أمريكا كانت واحد النهار اللي طحوا عندهم يعني الأتمينة كانت عندهم أزمة اقتصادية في أمريكا ذاك الشيالة ذاك النهار باش يجلبون الناس هذي كسمية جمعة سوداء اللي أنا ما عجبتنيش يعني وخاش شركة خلنا نقصدوش بيها شي حاجة وليش حاجة ولكن على هذك السبب كنت لكم أنا ما غاديش نديرو أرفض ندير هذك الموضوع دا بغادي نديرو نديرو لكم على البرفومي والبارفن ديال إفغوشي البارفن ديال إفغوشي كيما كتشوفوه يا دي رمزة جديدة في الباكتة ديالها اللي اسمي تا ايفيدون سرعة تكونوا كلكم عارفينها راهية هذي المهم هذي رابيت نقول لكم راديري اللي في إفغوشي دابا أوفرتها للبنات اللي بغيني شريوها حيتي في الثمن دياله اللي بغيني شريوها هذي رحة إفغوشي راديري لها تخفيضات هذي 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 شريوها مهم أنا غنوري لكم الداخل كي بحالة جديدة راديري بحالكة صراحة عجبتني بزيف زوينة وبغين قادي نهضر لكم دابا على الريحة ديالها صراحة الريحة ديالها هي زوينة ولكن كتناسب الناس اللي كيبغيوا البرفن شي شوية هكا مجهد ماشي يعني واحد هكا سوابة وهذي كتصلح مثلا بحال مناسبات الأعراس في اللي في فصل ديالشتا بحال دوك يعني شي مناسبة ولا شي حاجة ما كتصلحش مثلا في الصيف ولا نخرجه كاتيري يعني على حسب كنين الناس يعني أدواء لا تناقش كنين بزيف ديالناس اللي كتعجبهم الريحة كشوية مجهده وكنين الناس اللي كتعجبهم شي شوية خفيفة المهمة دي نسحكم بها رريحة ديالها زوينة وخاكة شي شوية مجهده ولكن خديتها على يعني المناسبة ودك شي اللي جيت نشاركها معاكم باشي لا بغيت حتى انتم تشيروها في فغو الشير اللي تخفيضات وبالنسبة للناس اللي كيقولوا لي راه كان ديال الاشهار مثلا اللي كنظر لكم على شي برو دوي ولا شي حاجة وقد يقولوا لي راه كان ديري الاشهار بغيت نقول لكم راه البرفومية دارا ما انا ما كان ديرش لي الاشهار لولولا حتى هدوك الحاجات اللي كنحط لكم ما كان ديرش ليهم الاشهار انا غير كنجي وكنساعدكم وكنوري لكم الحاجات اللي ديرين اللي اوفرته وللا وادشيرا ما كيقولش باللي انا راه كان دير اشهارات انا غير كنقوم بارتي معاكم ولا كنشارك معاكم الحواج اللي ديري اللي دابا تخفيضات واللي يعني شي حاجة زوينة وكنت غالية بزاف ودالوا لها واحدة تامان رخيص بزاف كان شاركها معاكم المهم هدا وقت الفيديو دياليومان اتمنى اعجبكم ولا اعجبك الفيديو ديري اللي لايكي ما زي ما اشكنا مزاف تن مرة اخرى ان شاء الله بسلام